قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود باصل إن قوات الاحتلال تواصل استهداف تواقم الدفاع المدني ما أدى لاستشهاد 69 فردا وإصابة أكثر من 250 آخرين من تواقم الدفاع المدني وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بتزويد تواقم الدفاع المدني بالوقود وإدخال المعدات الثقيلة لإنقاذ حياة العالقين تحت الأنقاذ وانتشار الجثامين مؤكدا وجود أكثر من 10 ألاف فلسطينية تحت أنقاذ المنازل المنهارة بسبب القصف الإسرائيلي